السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على الصلاة اللي كتجي بالخضار كتجي رائعة وكتجي لديدة وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولعجبكم ما تنسوش تشاركوا في القناة وضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد وبسم الله انا هنايا غدي نقطع هكا اللوبيا عندي وحا الكمية قليلة دي اللوبيا وكنقطعها هكا رقيقة كنزيد نقطع جوج حبت ديو الجازر او خيزو اللي كننقيه وكن حيدلو القلب ديو القلب الوسطاني وكنقطعو هكا على ربعات يكون رقيق تنقطعو مربعات صغار كنستمر عليه بحلكة حتى كنكمل خيزو دينا او الجازر باش دغيها كي طيب معانا وغادي نجيب حبة دي البطاطة اللي كنقطعها هكا هي مرصوات رقاق يعني كنقطعها رقيقة بعد ما كنغسلها وكنعود نغسلهم هاد الخضار راه كلها كنعود نغسلها بعد ما كنقرضها باش البطاطة كتحيد لنا من هنشا باش ما تتخلطش لنا البطاطة كتبقى بزيانة صافي بعد ما كنقطعو المكونات اللي عندنا نغدي نجيب هنا يا واحد الكيميا دي الروز نعندي هنا يا كس صغير دي الروز ما عامرش وغادي نغسلو مزيان كنغسلو ثلاثة المرات او شجو مرات كنغسلو حتى كيتقطع منو دك نشا اللي تيكون فيه وكنحط هكا الزلافة في الوسط والروز مغسول كنزيد هكا الجازر او خيزو وكنزيد البطاطة وكنزيد اللوبيا بحال كيتسلقو لنا هكا في مرة ما كيتعطلوش هاد السلطرة ما كنتعطنناش بشطغية كان وجدوها كندر شوية دي الملحة كنرش شوية الملحة صافي وغادي نجيب الماء حتى كنغمر على هاديك على هاديك الروز صان عمر عليه بحالك نغمر عليه زلافة بالماء صافي وغادي نسد الكوكوت دينا وقد نديفعتها هو شوية دي الملحة حال هاكا وغادي نسبد الكوكوت ولكنحنا الوقت اللي كنسدو الكوكوت كتكون عفية مهيلة يعني كنشعلو العافية متوسطة يالله هي كتصفر يالله هي كننقصوها نخليوها كتدمع نخليو العافية قليلة عشر دقيق را كتكون موجودة صافي الروز ديالنا راه وجد الخضر وجدات ثم شوف تقولو الروز حتى هو طعب يعني راه ما كن نخليوش كيطب حتى كيتخلط يعني كيبقاش بيا هكا مفرز صافي بعد ما كان نبردو هكا بالمبارد له ولا الخضر كنخوعلو بما بارد حتى كيبردو وغدينديروهم فحل الإناء باش غدينخلطو هاد المكونات صافي كان نوجدو طاطا ديالنا وخيزو قلو بيا مع الروز هني إلا كانت عندكم جلبانة ديرو جلبانة حتى هي ركت جيزوينة أنا ما موجوداش عندي غادي نجيب هاد الفطر المأكول وغادي نقطعو هكا طريفات طريفات هكا صغار نستمر عليه حتى كنقطع الكمية ديالنا كاملة بعد ما غسلنا هم زيان حتى كان نغسلوه عدا باش كنقطعوه إلا ما كانش موجود ما عليش ما مشي مشكل صافي وغادي نجيب واحد المقلة كندير فيها واحد المعلقة بيز الزبدة كندير هاد الدوب وكنسعطيف فيها هاد هاد الفطر المأكول عندنا نغسلوه واحدش دقيق وثلاث دقيق صافي كندير شوية ديال الملحة شوية البزار هنا هندر شوية الملحة وكندير شوية ديال البزار باحد الهاكا رص باعي صافي بعد مقيت السوطالينا كنحطوه على جنب حتى كالبرد سوف نضع حامضة خلق زيت الزيت زيت الزيتون لنضع الملح ثم نضع الملح حسب الطوق خلق الخضار نضع زيت الزيت طبيعي اللي تيكون بدون سكر وغذي نصيبو هات الصلصة ديانة باش غذي نخلطو الخضار هنا كندير واحد الحلقة شوية ديال الزعتر كينسم نحرك مزيان حتى كيتتحرك وكتخلط العناصر صفي غذي نجيب هاد الروز والخضار غذي ندير النص ديالها والنص غذي نحتفظ به غذي نخلطها مزيان سوفيك نجيب عندي هنا يا هاد المول انتو مرة هكتديرو اديرو زلافة او اديرو عندكم هاد المول موجود عندكم ولا عادل زين فقط ماشي او كتحطوها هكا عشوائية في التبصيل على حسب صفي كندغط عليها بحل هكا استمر حتى كنعمر هاد المول هاد القياس عمر لنا هاد المول بحل هكا ديال الكيك كيف ما قلت لكم نزينو باش ما بغيتو صفي كندغط عليها هكا بمعلقة وكنقاد دهم زيان صفي غذي نبجدها غذي نجيب صحن التقديم احنا غذي نديرو هنا يا بحل هكا غذي ندير الخص كنزين هكا بالخص الجواني بديل صحن استمر عليه حتى كنصيبو هكا ضير وغذي نجيب هاد الروز ديالنا احنا كنديرو في الغسط وغذي نبدو نزينو الخضار انا عندي هنا يا طوماتسو غيز مقطعه على جوج كندير نص هكا ونص هكا غذي نجيب الخيار اللي هتا هو مقطعه بحل هكا هكا في الحكاك الغليضة كنزيد هنا يا الجزار تا هو وحد خزه ووحدة غذي نزيد البربا انا عندي هنا يا البربا خضرة لانا هي مهمة حتى هي حكيتها بعد ما كتعصروا على الحامض انا عصرت على هنا يا شوية ديال الحامض عادي بش درتها كتجي وحد نسمة رائعة فيها عندي الضراء معلبة تهي كندير نص هنا ونص هنا عندي هنا يا هذي الفطر المأكل حتى هو كنديرو حال هكا يعني هذي الصلاة طرها هكا في ربعات الاشخاص او خمسة الاشخاص صافي عندي هنا يا البيض انا يا هذي درت البيض البلدي انتم ما كنديرو حساب المتوفر كنزيين به السمر عليه بحالكا حتى كندور الدورة بحال هكا صافي هنا غدي نجيب هذي العويدات هكا ديالسنان غدي ندير فيهم عندي هنا الفروماج او الجبن أنا عندي الفروماج الحمر وكنزيد هنا يا واحد هذي ديالكاشير وكندير واحد الزيت هنا هذي عالت زين فقط صافي بعد ما كنزينهم بحال هكا وكنزيد كننزيد هكا الفروماج وكنزيد الكاشير كندير هذي الصالصة كنديرها في الوسط اللي بغا بحال هكا الصالصة كي ياخدها شفتوا معي كيفاش كتجي كتجي من أرمع ما يكون ولديدة وصحية أكثر ولعجبكم في فيديو متساوش شاركوا في القناة والضغطوا على الجرس بجدائما ان شاء الله تبصلوا بجديد واللي قدم على القناة كنقول لكم اللي قدم في القناة عندي كنقول لكم شكرا لدعم ديالكم واللايكات ديالكم الله يجزيكم بخير وكنقول لكم الصحة والراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة